أخبار كتيرة عندنا أخبار كتيرة وطبيعي أنه في زيادة في الأسعار في زيادة في الأسعار على كل الأسعار على كل الأسعار وزير التموين بيشتغل على فكرة لجنة علشان اللجنة دي تزبط الأسعار بالنسبة للأكل والشرب السلع الأساسية السبعة اللي قال عليهم ده على أقل تقدير نهاردة الحكومة أعلنت أنه هيبقى فيه مسابقة لتعيين 30 ألف معلم مساعد ده حيتم الإعلان عنها إمتى؟ حيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري فيه ناس كتيرة كانت بعتلي على الصفحة بتقول أنه هم ترفضوا في المسابقات اللي فاتت علشان أسباب بسيطة جدا ورغم أنه تم اجتيازهم لاختبارات أنا بأتمنى وزير التعليم يحط هذه الشكاوى فيه اعتباره إذا كان فعلا هم نقحوا وفعلا حققوا نجاح في الاختبارات اللي تم استبعادوا من التعيينات اللي فاتت خليني أطلع فاصل بس قبل الفاصل عايزة أقول لحضراتكم النهاردة رسميا مصر انضمت للبراكس طبعا الكل بيقول أنه ما عندما مصر ممكن أسعار تنخفض وصلت الكلام أنه أسعار تنخفض لدرجة أسعار السيارات 24 شيء لأيه فيما يحدث حوالينا أنت بتكلم دايما بنتكلم أنه إحنا جزء أصيل من العالم إحنا مش منفصلين عن العالم حصلت حرب روسيا وأوكرانيا سمعت عندنا زي ما سمعت في أي دولة تاني كورونا سمعت عندنا زي ما سمعت في العالم كله غزة سمعت عندنا بشكل مباشر السودان سمعت عندنا بشكل مباشر في خطر موجود في خطر موجود التحديات اللي مفروض أنه إحنا يعني ربنا يسهل كده في 24 ونقدر نحنا نتغلب على مشاكل كتير أو نواجه مشاكل كتير وده اللي حنتكلم فيه بعد الفصل مع ديوفي انتظروا لكم